بعد أن داقت الضائرة حول أساليبها الملتوية، عادت الدبلوماسية المغربية إلى ممارسة هوايتها المفضلة، الابتزاز. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وخلال اجتماع للجلة الشؤون الخارجية بالبرلمان هاجم بروكسل، زاعماً أن على بلاده أن تحرر نفسها مما اسمه منطق الابتزاز، الذي ادعى أن أوروبا تمارسه من حين لآخر. متناسيان الابتزاز الذي مارسه المخزن بورقة المهاجرين على إسبانيا خلال الصيف الماضية. وأضاف بوريطة أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحترم السيادة المغربية المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة كنقطة انطلاق. كاشفاً أن وزارته تحشد الدعم اللازمة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لأحداد الاستئناف المتعلق بقرار العدل الأوروبي التاريخي حول عدم شرحية اتفاقي الصيد والزراعة بين الدول الاتحاد والرباط. وفي تعليقه على سؤال حول الحصاد المر الذي تجنيه الرباط بسبب سياسة الابتزاز التي مارستها ضد إسبانيا في وقت سابق. أشار بوريطة إلى أن البلدين مر بأزمة غير مسبوقة أثرت في الثقة المتبادلة وأدت للتشكيك في مصير هذه القلقات. ولا تشير المعطيات حالياً لاستناف طبيعي للعلاقات بعد الهزات المتتالية مع مدريدة ودول أخرى في الاتحاد كألمانيا نظراً لموقفها الثابت إزال قضية الصحراوية العادلة.